المشاريع الملوثة بالفساد في العراق لا حصر لها وهنا احدى هذه المشاريع الفاسدة منطقة السعادة في قضاء الزوراء شمال شرقي بغداد استيقظت على نداءات سكانها الغاضبين متهمين محافظ بغداد السابق فلاح الجزائري والمحافظ الحالي محمد جابر العطى وسياسيين اخرين بالمسئولية عن توقف العمل في مشروع الاكساء والمجاري في المنطقة والذي قدرت قيمته بسبعة مليارات دينار انتركت هذه المنطقة بسبب الفساد ماكو اي فقرة احنا نضيف على انه فقرة الفساد هي هي الفاصل اللي منع المقاول او منع المحافظة من تكملة المشروع تم ايقاف المشروع بعد رصد مبلغ سبع مليارات او اكثر من يحاسب هذه منه المسئول عن هذه الاموال اللي راحت الاموال لهذا المشروع خصصت قبل اكثر من عامين والمستفيدون استلموا حصصهم لكن حال المنطقة لم يتغير وبات مصير المشروع مجهولا مشروع متروك لا علي مهندس مقيم لا علي مسؤولين تجع عليها لا اكل جانتي اوصلت عليها المهم العاليات قاموا يأجروا استيجارة يجون يشتغلونهم شوي هنا وشوي هناك اخر شيء التبليط تقريبا فاشل لانه مكان مطبات ثلاثة اربعة تفلش تقريبا المجاري روح شوفها حدث ولا حرج المي مكان الناس يومية لازم يساولوا واقفة بالطريق وباستثناء ملف الفساد نفسه وهدر المليارات من الدنانير دون انجازه يظل الانتماء السياسي شرطا اساسيا لنيل المواطن حقوقه من عدمه في العراق مشروع الاكساء والمجاري في قضاء الزوراء واحد من عشرات المشاريع التي توقفت الى اجل غير مسمى بسبب الفساد وسوء الادارة فيما يتهم السكان المسؤولين في محافظة بغداد بمنح المشاريع في الاقضية والنواحي لاشخاص متنفذين يسيطرون على ملف المقاولات في مبنى المحافظة